السلام عليكم حامدين يا شباب جونيور فور معنا دلوقتي الليسون فور الدرس الرابع في يونت سيكس اللي هي الوحدة السادسة اللي هي what do you do ماذا انت تفعل او انت بتشتغل ايه اه قبل ما يدخل على الدرس بتاعنا او موضوع القراءة بتاعنا نشوف الاول الكلمات وقلنا الكلمات دي حاجة مهمة جدا لازم نحفظهم كويس fresh fresh يعني طازة اما اقول مثلا ايه fresh vegetables يعني خضار طازة خضار لسه طالع كده لسه جابينه من الشجرة اما اقول fresh fish يعني سمك طازة سمك لسه مستاضينه fish van van يعني شاحنة عربية بس عربية كبيرة شوية وfish اللي هو السمك disappointed disappointed يعني محبط زعلان كده لما مثلا ايه تجي تعمل حاجة والحاجة دي ما تنجحش ما تزبطش معاك فتقول ايه i am disappointed انا محبط engine engine يعني محرك اللي هو مطور زي ما اقول العربية grandpa grandpa يعني الجد اللي هو grandfather sound يعني صوت problem يعني مشكلة surprise يعني مندهش want want you read ده فعل look at look at ينظر الى old old يعني حاجة اجيمة عكسها كلمة new عكسها new يعني جديد hot hot يعني حارج اما اقول مثلا ايه it's hot today جوه حارة النهاردة village village يعني قرية lovely lovely يعني جميل او محبوب حد كده جميل لطيف زي cute ندخل الوقتي على الوربس بتاعنا عندنا افعال منتظمة و افعال غير منتظمة regular verbs يعني افعال منتظمة irregular verbs افعال غير منتظمة افعال منتظمة عندي fix fix يعني يصلح احط له eg بقى fixed يعني اصلح خلاص change change يعني يغير اخره e احط له g بس الماضي بتاعو يبقى changed shout shout يعني يصيح يزعق الماضي shouted حطت له eg want يريد الماضي wanted الافعال الغير منتظمة جي الافعال اللي بحفظ الماضي بتاعها say الماضي يعني يقول الماضي بتاعو said say said see see جي say وجي see see يعني يرى الماضي بتاعها so teach يعني يدرس او يعلم اللي جاية منها كلمة teacher يعني مدرس الماضي بتاعها taught hear يسمع الماضي بتاعها heard heard يعني سمع here يسمع heard يعني سمع تعالوا دلوقتي ندخل على الموضوع بتاعنا الموضوع مشوق جدا fresh fish van يعني شاحنة السمك الطازة تعالوا بقى نشوف الموضوع ده عبارة عن ايه fresh يعني طازة زي ما قلنا في الكلمات fish يعني سمك و van يعني شاحنة عربية زي يجي كده جي اسمها van يبقى fresh fish van يعني شاحنة السمك الطازة او عربية السمك الطازة بيقول لي there is يعني you get there is يعني you get an old fisherman old يعني عجوز و fisherman يعني سياد السمك يبقى فيه كان فيه او يوجد سياد سمك عجوز in my village village يعني قرية اسمها ايه يا مستر village village يعني قرية يبقى فيه سياد سمك عجوز في my village القرية بتاعتي he drives يعني يقود او يسوء هو يسوء around يعني حول the village بيلف القرية in an old van في عربية اجيمة او شاحنة اجيمة he likes يحب his job job يعني وظيفة يبقى هو بيحب his job يعني وظيفته بص يا شباب his g صفة ملكية بتعود له يعني حاجة بتاعته هو فلما اقول ايه مثلا his car يعني عربيته لما اقول his bag يعني شنطته لما اقول his van الشاحنة بتاعته لما اقول his job يعني الوظيفة بتاعته يبقى هو بيحب وظيفته he has هو بيحصل على فن فن يعني متعة يعني بيستمتع بوظيفته he shouts هو بيصيح او بيزع بينادي fish fresh fish fish يعني سمك fresh fish يعني سمك طازة طبعا بقى ايه بياخد بيجيب السمك وبيطلع يلف به في القرية عشان يبيعه فبيقول ايه fish سمك fresh fish سمك طازة come يعني تعالوا and get you lovely fresh fish تعالوا get يعني احصلوا على your lovely lovely يعني جميل زي nice fresh fish السمك الطازة one day ذات يوم اه ايه بقى اللي حصل he was هو كان was الماجيب بتاع is is يعني يكون was يعني كان يبقى هو كان in front of in front of يعني امام my house امام منزلي he هو couldn't couldn't يعني لم يستطع بصوا شباب could يعني استطاع جي الماجيب بتاع can could يعني استطاع و couldn't ده النفي بتاعها بقى يعني لم يستطع لم يستطع يعني ما كانش عارف طيب لم يستطع او ما كانش عارف ما كانش عارف ايه he couldn't start start يعني يبدأ او يشغل he's van he was هو كان sad حزين and and disappointed disappointed يعني محبط محبط يعني ايه طبعا مش هيعرف يشتغل فقاعد حزين ينهى ربيت هعمل ايه معايا السمك والعربية مش عايزة تشتغل طب هروح اوزع السمك ازاي وهبيعه ازاي تعال نشوف بقى اللي حصل my mom والدتي saw يعني رأت the man شافت الراجل it was hot hot يعني حار it هنا يا شباب دي تعود للجو يعني بيقولك it was hot it was hot يعني الدنيا كانت حار in the sun طبعا في الشمس يعني شمس هو كان قاعد في الشمس في الشارع she wanted هي ارادت ده الماجيب بتاع want يا شباب want you read wanted يعني ارادت هي ارادت to help ان هي ايه ان هي تساعد او تقدم المساعدة mom's dad يعني والد ماما اللي هو ايه بقى my grandpa was يعني كان a mechanic mechanic يعني ميكانيكي اه يبقى هي بقى ايه عندها معرفة بالميكانيكية he taught هو علمها taught الماجي بتاع teach teach يعني يعلم taught يعني يعلم taught يعني يعلم يبقى هو علمها عرفها he taught her هو علمها all يعني كل شي علمها about يعني عن cars العربيات she looked at هي نظرت الى او بصت على the old van's engine engine يعني المطور والد يعني اجيم و van العربية يبقى مطور العربية الاجيمة يعني فتحت كده العربية وبصت على المطور it is a very simple problem problem يعني مشكلة simple يعني بسيط تقيت له ايه بقى بصي بقى يا عام الحاج دي مشكلة بسيطة very يعني جدا i can fix it انا استطيع ان اصل اصلحها fix يعني اصلح و fix it اصلحها said mom the old fisherman the old fisherman اللي هو الراجل اللي صياد السمك العجوز was surprised كان مندهش then بعد ذلك we heard احنا سمعنا heard الموجي بتاع hear hear يعني يسمع heard يعني سمع احنا سمعنا the sound يعني صوت of the engine صوت المحرك المحرك بدأ يشتغل المامته قدلت تصلحه his van عربيته was fixed fixed يعني اصلحت thank you يعني شكرا لك مين اللي قال كده bravo عليكم the fisherman اللي هو صياد السمك he gave mom هو اعطى والدتي give الموجي بتاع give give you or she give اعطى he gave mom ten fresh fish يعني عشر سمكات تازه وبكده يبقى خلصنا القصة بتاعتنا لو عجبك الفيديو عجبتك القصة اعمل لايك على الفيديو واعمل شير للفيديو لو لسه ما شركتش في القناة اشترك فيها ولو لسه ما انضمتش للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك انضم ليها واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي والسلام